الحياة كالحة وإذا لم نعالجها بشيء من الحب ستصيبنا بداء الهشيم فنتفتت دون أن نشعر قم فأعلمه حتى تغدو كلمة الحب هي السحابة التي تظل المدينة النبوية فتهطل أمطار تشبه الأشواق التي تطفئ لهب الصحراء من أرواح أرهقها الجدب حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بات الحب ثقافة وصارت المعايير النبوية للحب معلومة فيستطيع الجميع أن يعلموا ما الأشياء التي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حياً لأحبها ينظر ابن مسعود إلى الربيع بن خثيم ذلك العابد الذي يمشي في طرقات الحياة وكأنه يرى الجنة والنار في طريقه فيقول له ابن مسعود يا أبا يزيد لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك إن نفس الربيع من النفوس التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم خشوعها وإخباتها وضياع الحياة في عينيها من النفوس التي تقرر لدى الصحابة أنها محبوبة لدى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعل للحب قوانين يفهمها صحابته جيداً لكثرة ما يخبرهم عما يحب وعما ينبغي أن يكون جميلاً محبوباً لديهم تباريح الشوق يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه من معه من صحابته يخرج قاصداً المقبرة ذلك الصندوق المبهم الذي يحوي أناساً دافعوا عنه في يوم من الأيام يحوي أناساً اعتنقوا دينه وآمنوا بمبادئه وبذلوا أرواحهم لنصرة الحق يأتيهم ليخصهم بدعاء ممزوج بلهفة الشوق وكأن الشوق يذكر بالشوق وأبرح ما يكون الشوق حيناً إذا دنت الخيام من الخيام فينظر إلى صحابته ويقول وددت أنا قد رأينا إخواننا تعجب الصحابة الذين يحيطون به وفي اعتقادهم أنهم إخوة له فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد إن ملامح وجهك ونبرات صوتك وجمال أحاديثك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن لو رآها وسمعها وعاش معها هناك انكسار ما في قلب الرجل النبيل انكسار شوق وحنين خاص لا يمكن التعبير عنه باللغة ولكن زفرات الشوق هي من تعبر عنه وددنا أنا قد رأينا إخواننا يتحدث ذات شوق وشيء أقدس من الدموع يلوح في أحرفه من أشد أمتي لحبه ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله هل خطر ببالك أن هذا النبي المهموم بدعوته والمشغول بأحداث زمنه الموار والمنصرف لتدبير شؤون دولته سيعبر يوما ما عن شوقه إليك نعم شوقه إليك أنت أيها القارئ لقد كان النبي مشتاقا إليك حديبا عليك يتمنى أن يراك وأن يجلس معك وأن يحدثك حديثا مليئا بالحب ترجمة نانسي قنع